مهم جدا. مهمة جدا البصلة. الناس اللي عندهم الاحتقان المائي. يعني اللي كيتمولو دين. في الوقيت اللي كتورك له على الجلدات دياله. الاحتيباس ديال المفدات. في الوقيت اللي كتاخد البصلة بزاف. كتلقى راسك بانك تخرج على شرف لو قدرك الطوالة بزاف. يعني مدرة للبول. وهنا هنا كيتبين بانه. الى كان عندي سمو. اوتوماتيك مو. كتخرج مع ديك. الاسميتو مع ديك الطريق. علشنو قلنا قبيلة. بان فيها. لزونتوسيان. وهدوك لزونتوسيان كيلعبو دور ديال انهم. كيخرجو دوك النفايات اللي كان عندنا. في الاوريدة. وفاش كتخرج النفايات. الاوريدة هي اللي كتكون شادة. نسبة ديال المياه عالية في الجسم ديالي. ولما كتكون نسبة ديال المياه عالية. كتخرج كيخرج معها الماء. البصلة سبحان الله كل واحد كيباش كيبغي ياخدها. كل واحد كيباش كيبغي. يعني يدوق الماداق ديالها. كيبزاف الناس اللي كيهربوا عليها خضرة. ما ان ربما خضرة. كيكون فيها مكونات كتر. لانها كتكون باقي حية. كيف تبدل معنا هذا. كيباش يمكننا ندخلوها لدات ديالنا. كيفاش يمكننا نستفدو منها. خضرها كيف ممكننا ندروها في زيت العود. كيف ممكننا ناخدوها بكميتها. ولكن تبغيها حتى يعني مطحونة. صح. نحن ننطحنوها وناخدو غير الما ديالا. صح ولا الله؟ احنا جايل لها. فهد نقطة هدي وخاصة بالنسبة للترانزيت. بالنسبة للناس اللي عندهم. المشكلة ديال انهم ذاك اللي كيكون عندهم في الدات ديالهم شوية ناقص. والخروج كي تعطل عندهم وكي اعطينا لك. هنا ما بالاشياء اللي ممكن اننا ننطحنوها. وانا كنتحنو البصلة. وكنديروها مع الحليب سخون. وكنخلي واحد لن في. ان. ان في زيون. واحد لعشرة تقيق. وكن نشربها. فهي كتلعب دور ديال انها كتساعدني على اساس انني نخوي دك الشي اللي في الكرش ديالي. جيد 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 مهمة. فهد المسألة هذه. البصلة عفاك مني كناخدوها مثلا غير المادي لها. مثلا انسان كي الناس اللي كي يحكوا كي يخدو غير المادي لها. صح. يخلطو مع الماء او لشي حاجة. واش ما كتأثرش على المعدة ما كتسدلتش حاجة في هدا يخدو الانسان على الريق. او لا ضروري خاصنا ناخدوها من بعد ما كناكلو. اشنو تنصح الناس. هول دائما احنا كنقولو التجربة. هول الاصل الاخديتي غير العصير ديالها. او لا غير الكستري بالكستركتور ديالها. الى دخلات لك الدات وما دار لك شو حتى وعوك. فاسمتو لان بعد المرات كتخلق مشكلة. واحد العدد كتير ديال الناس. الى شربوا او لا الى شربوا الماء ديال البصلة. فاش كنقول شربوا الماء البصلة ديال سنتري فيجوز. وما الى كنتشرب في الماء عادي. يعني ديالوي. غالبا ما كيكونش هاد المشكلة كيتطرح للناس. لكن في الوقت اللي كناخدوه بالسنتري فيجوز. ولا كناخدوه بالكستركتور ديالجو. كيكون تخي كونسنتري. وهذا كلكونسنتري هو اللي كيكون بعد المرات له. يعني شيء ما بالنسبة للناس اللي عندهم الحساسية. كيكون له واحد الألم. اللي قدر يعيشوه الناس اللي عندهم حساسية لهذا الأمر هذا. فهو جيد 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 مهم. احنا قلنا دابا الآن. وفي الوقت اللي كان نطحنها ونحطها مع الحليب. ونخليها مدة ديال عشر دقيق في حليب سخون. هذا كيلعب دور ديال انه. لكن مشكل ديال الترانزيت. كان مشكل ديال انه ذاك الخروج ما كيبغيش يخرج ليا. كنحاول انني نعاون بالحليب والبصلة. هنا ديما كان قلوا ان الدات كيفاش يمكننا ندخلو لها البصلة وكيفاش يمكننا نستفيد منها. ايوا. قلتي تجربة هي الاساس. هنا الانسان كياخد الحاجة وكيشوف شنو عطاته على الدات دياله. هادي. وقلت بها النوع أو تاني بالنسبة لحنا قلنا الناس اللي عندهم مشكل ديال يعني عندهم مشكل ديال الترانزيت بما. ما كيقدرش يخرجوا الفاضلات من الكرش ديالهم. او اللي كنسميه بالقبض. اه. ايلا كن عندهم القبض كنديرو الحليب مع مع البصلة. او الناس اللي عندهم العكس. الناس اللي عندهم العكس. لا. ما كيريجي الحليب مع البصلة. لا. هو كي الحليب مع البصلة بعد المرات كي على شكل ننفيضو. اه. لانا الاخدي تي خضر دغيه كي سو بحل جبن. اه. اه. كي تكلل. اه. كي تكلل. اما الاخدي تي صخول. اه. جيني غالما هدي في عدم مع مرات ترى مشكل ديال انه تكلل ليه. ولما كتاخده في اعلان كتشوف النتيجة دياله جيد جيد مهمة. ثم كين في المقابل التاني. الناس اللي عندهم لي دياغي. يعني عندهم الاسهل. الناس اللي عندهم الاسهل. شنو كناخد البصلة. وكن نقردها بسلا. وكن نقردها. وكن نطيبها في الماء سخون. وكن نشرب السيطر و ديال 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 ما ديالها. عاد الحمد لله كتلقى بي ان الاد ياري ديس كتجمع ليا. كتجمع الكرش. كتجمع الكرش. كتجمع الكرش. لانا هاد الجوج ديال الحويش. إلا كان عندي كنسيباسيون. كنديرها. نقردها مطحونة في سميتوف مع الحليب. وإلا كانت عندي دياري. كان نشد بسلا. حفنة. وكن ديرها في الماء سخون. وكن نطيبها. نحتكى الطيب. وكن نشرب ديك المادية لها. نسيطره في النهار. فهو كيلعب دور ديال النوكي جمع ليا الكرش. كالناس اللي مساكن عندهم إسهال محل قلتي موزمين. فلما أعطيناهم المادية اللي اسميته المادية البصلة زائد الخيزو. فأعطاهم نتائج جيد جيد. دائما فيني ضم غدائي أنهم ياخدوا المواد غدائي لربما كتجمع الكرش شوية. نعم في حالتي لك نقوله أنه كيكون بغي ممارا ديك بالمعنى كيمرت ديك ساعات رأيسا كيمشي لعلاجات دوائية وغيرها باش أنه كيوازي. وكي قلتي ركن وازي وحتفت بالتغذية ديالنا اللي هي الأساس ديالكل. صح. كنسمعوك تي بروفيسور محمد أحسين عنا بزافة ناس كيديروا الوصفات بحال مثلا كياخد المادية البصلة مع الماء مع شوية ديال العسل. تي يقولك أنه كياخدها فريق لأنها كتساهم في أنها تخفض الوزن. وش فعلا أن الحارقة للدهون البصلة أو لله؟ هي البصلة في الوقتة اللي كتاخدها. أو المكونات اللي فيها بغي مكتحرق. الوقتة اللي كتاخد البصلة فكتعاوني على أساس أنني الميتابوليزم كيكبر عندي. ولما كيكون عندي الميتابوليزم دا كيكبر كتولي العملية ديال حرق الدهون كتولي منطلقة. ولما كتكون هناك عملية ديال حرق الدهون أوتوماتيك مولو بوك ينزل لي. فوقاش كيكون عندي المشكل. علاش كيتحرق الدهون لأنه في الوقتة اللي كان ناكل اللي كان ناكل البصلة كتنقالي الدورة الدموية. ولما كتنقى الدورة الدموية حنا عاد تتكلمين عليها من الأوريدة كيهبط معها الماء. ولما كيهبط كي نوليدك الماء الزايد عندي كله كي يخرج البرة. ولما كيخرج الماء الزايد كي نحس بي أن البوى ديالي بدك ينزل. إذن عندي النزول ديال البوى بجوجة ديال الفوائد. الفائدة الأولى هو كي يخويل يدات من السموم والمال اللي كي نزيل فيها. الفائدة الثانية أن الميتابوليزم كي يكبر وكي يولي العملية ديال الحرق ديال الدهون كتتفعل. وبالتالي كنشوف راسعة وتانية كنقص الوزن ديالي من باب آخر. نعم مازالا نشوفه إحنا في المطبخ ديالنا المغربي. قلت لك كنا ناخدوا البصلة بزاف ديال الأشكال. نشوفه كيفاش يمكننا نستفدو منه وش ديما خاصنا ننطيب البصلة طيبة ونحط معها بصلة خضراء أو لا خاصنا ندير حول. هنا البصلة كيف قلت لك. حنا في الطبخ ديالنا المغربي ديما كتتخذ طيبة يعني مع هذا الشلادة اللي كناخدوها خضراء. صح. هنا هاي حاجة كيف قلت قبيلة وكيف كتقول كده. أنا كام دون إنفو كتدوز على العافية كتفقد واحد شوية من فوائد ديالها. كيفاش يمكن لي أنا نستفد منها وأنا كناخدها مثلا طيبة. هي هي كتستفدي منها را كتستفدي منها. ولكن واحدة مجموعة ديال المواد اللي كتما التيرمولابيل يعني حساسة للحرارة كتمشي لنا. وبالتالي را ما كان شي طريقة أخرى إلا إلا خللتها أو رقدتها أو كليتها خضراء. هالثلاثة الحواجوم اللي كيخليوا ديك المكونات كتبقى ليا. لو كلا خللتها را كان معروفة الطريقة ديال تخليل ديال الخضروات. ولرقتها يعني كرر رقدها يا إما الماء والماء ما كان فوتش فيها إنوي هادية. ولرقتها في يعني في في الخل. لا وحتى في الخل بين هاد الإمكانية ديال أن نرقتها في الخل. وهذه تقدر تمشي ليا في الترقات حتى الثلاثة الأسابيع. أما بالنسبة للترقات ديالها في زيت الزيتون هي تهيك تطلب بداية المجوش ديال الأسابيع. نبدأ نقول إن كل اسميته ذلك الزيت ديال البصلة. أولا البصلة المرقدة في الزيت وهنا. إحنا كيمشو دائما في ترقات ديال البصلة ديال البصلة الصغيرة. هي اللي كنشوفو أن أغلبية الناس كيرقدوها. هذيك البصلة الصغيرة وش كتكون بغيموحة صغيرة كتكون فيها كل المكونات. أولا البصلات كتنضج يعني كتولي كبيرة عاد كتكون غنية كتر. أنا هذيك سيتون فاريتة وحدة أورا. هذيك نوع من البصل. تهي نوع من البصل اللي عنده دك شكل وعنده دك الحجم. ولكن تهي غنية بهذه المواد اللي تكلمنها لها. يعني بمعنى أن أخذتها في هات شكل ولا في هاتي ولا في هاتي. غير كل ما كانت فيها لا كولور غامقة. أو اللون غامق. كنعرف بأن هذوك الفلافونويد اللي هدرنا عليهم كيكون عالي فيها. وبالتالي الفوائد كتكون أكثر. وحدة اللي كتكون يعني ذات لون غامق. مقارنة مع وحدة ذات لون مفتوح. نعم. إذن فهذه الحواج اللي غاد تقدر تخليل لنا. الفائدة ديال البصلة. بدون ما يتقاسوا وقاعدوا كل مكونات ديالها. أما بمجرد ما كتقيس لها فيها. طبيعة الحال أوتوماتيكمون را كتمشي ليا الفوائد ديالها. وخاصة فهذا كما كيقولوا. اللي برودويت أو اللي زي نوتريمون تيرمولابيل. موسيقى